لكن سولف عن فوائد الصيام ومخرجاته ومنافعه على الإنسان والنفس البشرية أحسنت طبعا هذا الموضوع متشعب جدا لأنه التشريع الإلهي من الصعب أن تحصي فوائده وثماره تشريع واسع في الثمار نعم لكن هناك ما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من بعض الإشارات الجميلة في خطبته لاستقبال شهر رمضان المبارك طيب فقال من ضمن ما قال وتذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه الله كأنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يشير هنا إلى أنه الصيام هو عبارة عن تمرين على الصبر نعم أنك تمرن نفسك على الصبر بالنتيجة ستخرج عندك عدة إشارات وملاحظات من ضمنها تذكر جوع وعطش يوم القيامة الله ومن ضمنها تذكر جوع وعطش الفقراء الفقراء نعم يعني أنت عندما تصوم نهارا كاملا بلا طعام ولا شراب تتدور جوعا وتتألم عطشا وتنظر إلى الطعام والشراب ولا تستطيع أن تأكله لا بد أن تكون هناك عبرة نعم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشدوا خلقا أم السماء بناها الله في كل شيء عبرة الله فالعبرة التي يعني باختصار تكون مأخوذة طبعا قلنا أن العبرة كثيرة أنا كنا نريد نختصر مجال بسيط نعم ما نريد نأخذ كل وقتك ووقت الملة الوقت أن تزيدوا قيمة شيء يا خبيبي البحوث كثيرة في شهر رمضان نعم ورجل الدين يكون عطشان كلام يعني من تنطي مجال يتكلم بعد من يسمع منكم وعطشان يحبك إن شاء الله لكن هناك حقيقة ضابطتين زي حتى يتذكر الإنسان جوع وعطش أوم القيامة زي وحتى يتذكر الإنسان جوع وعطش الفقرار وتكون هناك ثمرة من الصيام طيب هناك ضابطتين نعم الضابط الأولى أنه فعلا يجوع ويعطش نعم فعلا المفروض يجوع ويعطش نعم نعم أما إذا ماكو جوع وماكو عطش بعد شن اللي يذكره نعم أنا شيري دقول قول دقول اللي قاعد الليل كله نعم ويصلي يسحر ويصلي الفجر وينام وما يقعد إلا قبل آذان المغرب بقليل زي وبالتالي لا صلاة لا ذكر لا هاي هذا ما عنده جوع وعطش حتى يتذكر شيخي هذا سامع بنوم الظالم عبادة وفعلا أكل وايا عن النبي صلى الله عليه وآله تقول أنفاسكم فيه تسبيح في شهر رمضان هذا النفس الذي يصعد وينزل أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة لكن يا نوم النوم الطبيعي نعم نعم اللي أخذني قيلولة مثلا مو النوم الذي يصرف عن الجوع وعطش وثمار شهر رمضان فالضابط الأولى اللي تذكرني بجوع وعطش شوما القيامة وجوع وعطش الفقراء الضابط الأولى هي أنه فعلا أحقق الجوع والعطش نعم فعلا أحقق الجوع بعد يعني مو فقط النوم كمثال عندنا أمثلة كثيرة وشواهد كثيرة هل انشغال بأمور دنيوي لنا عندنا كارثة ما أدري من تبهلها مجتمعنا ما نتبهلها يعني أنا أطلب منك أن تذكر جوع وعطش الفقير في شهر رمضان المبارك زي وإنت تستقبل شهر رمضان المبارك بامتلاء مخازنك من الأطعمة والأشربة مثل الأجة والفريزة كلها كلها سفرة غير شهر رمضان المبارك سفرة طبيعية نعم أما سفرة شهر رمضان المبارك اللي المطلوب منك أن تتذكر فيها الفقراء سفرة غير طبيعية أشكال والوان أشكال صحيح لو مجاعة يعني صحيح لو مجاعة نعم نعم يعني شوف عمل الشيطان شي سوي بالإنسان الله الله فحتى تحقق تذكر جوع وعطش الفقراء أنت لازم تحقق الجوع والعطش نعم نعم لازم سفرتك في شهر رمضان تكون ملائمة لمستواك طبيعية حالها ما أقول لك موت نفسك وعيالك من الجوع بالعكس فرحة الطعام فرحة الإفطار فرحة كما يقول للصائم فرحتان فرحة الله تسمعها فرحة فرحة الإفطار نعم نعم لكن لا تذهب هذه الفرحة بالإسراف الله الله بعد أيام إن شاء الله سنكون عند جرح أمير المؤمنين نعم سلام الله عليه السلام عندما جرح أمير المؤمنين سلام الله عليه جاءت له ابنته زينب بالسحور نوعين من الطعام نوعين نعم قالها ارفعي واحد منهم زعل قالت له لماذا يا أبا قالها أخاف أن يطول وقوفي بين يدي الله من طال جلوسه على المائدة سفرتي متنوعة هنه اثنين هنه اثنين طبقين يقال أنه ملح ولبن ويقال أنه ملح ولبن وشعير على اختلاف الرواية قالها ارفعي هذا من طال جلوسه على المائدة طال وقوفه بين يدي الله قالها أخشى أن يطول وقوفي بين يدي الله 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 فإحنا حتى نتذكر جوع وعطش الفقير حتى نتذكر جوع وعطش يوم القيامة لا نتخم بطوننا بأل الدراكلات سلام